سمعتم يا إخوان اتصل أحد الناس على عبد الحق ويقول له دماج ما فيها إلا كم درس واحد وخمسة جزائريون فاعتبروا يا أولي الأبصار كذابون والله يكذبون كذب صراح أهم شيء أنهم يكذبون لهم أناسا يبعدون أناسا عن طلب العلم فمن كان هذا حاله والله يكذابوا رأينا الكذب منهم ومع ذلك أيضا مع هذا التكذيب إن استطاعوا أن يشحنوه يقول ويفعلوا يقولون يفعلون نعم الوتر كان من شحنه لبعض الناس أنه قال إذا جئت إلى دماج فعندما تنزل مباشرة يستلمك مجموعة ويقولون ما يقولون اختبرونه ما عندهم ضيافة ولا عندهم إكرام ولا احترام عبارة عن مجموعة غلاو حوش من نزل استلمه هناك في الحدبة هذا يبطشه هذا يبطشه يا أخي هؤلاء يكذب أخونا ربي أنه ما جاء يطلب العلم إلا حين سمع منهم بعض الأقوال يكذبون بها يكذبون بقال جاءتوا فعجبني الحال فطلبتوا العلم نعم قم قم هذا يتكلم في العلماء واحد آخر نظير هذا قالوا يعني يقولون الحجور إذا مر يعني في طريقه إلى الدرس يضبط هذا أعوذ بالله لا إله إلا الله شوف على مستوى بلغوا به من الإحنطات والتنفير كلت ورعه كلت خوف أقدر الله أنني مرس من جانبه ووقفت حتى جنب ومشيك نظرها أنا ماذا بطني الله هكذا يخبره لنا الإخوان وبعد ذلك سمع الكلام كلاما إن شاء الله نافعا وبكي ست أشهر يطلب العلم ما رجع من ذلك المجيد ذهبنا دعوة إلى عدن وتحدثنا ومن ضمن الحديث جاء ما يستدعي الضحك وحكنا على بعض المسائل في أثناء الحديث قالوا الحجور يضحك يا سبحان الله والله انظروا على تشويه حرام عليهم والله حرام أنا أعتقد ما يعتقده السلف الصالح وما جعب به الكتاب والسنة والمرسل أعتقد أنني إن أخطأت أتوب إلى الله وأنه واجب علي أن ألزم مكان من الأخلاق واجب علي أن يعني ماذا أن أسعى بكل ما هو خير بكل ما هو نفع لي ولإخوان المسلمين بقدر ما أستطيع ولكن يا إخوان ما يتحاشر من الكذب هذه نماذج من الكذب